معايا على التليفون نجم مصر ونجم الكرة المصرية واحد من اسطير الكرة المصرية الساد العالي الكابتن عصام الحضر يا كابتن مصر براحط بحضرتك عمو رؤ ازايك? عامل ايه؟ اخبار حضرتك يقولوا تمام؟ سايبك من العصر كده فياه كابتن مقدارش ليازم العصر وبالليلا كابتن عصام ايه اش يا عمو اصبح كابتن خالد اللي arribaماش معاي بيسلم على حضرتك سلملي على كابتن خالد وبنورك منور قناة النهار صراحة حبيب يا كابتن عصام الله كلمة. لا كابتن خالد. حبيب الله بريك. يعني كابتن عصام يعني الكلام كده يعني اتقال تقريبا في الوقت يعني ما بين الدور العصر على كلام على سوشيال ميديا. مش فاهم يا كابتن عصام يعني. امت الحركة تكلمت على تويتر لك انا انا حابب اسمع من حضرتك. بص يا عمر عشان بس نتكلم في الموضوع. انا من الحاجات دي انا بحبش ارد ومحبش اتكلم. الموضوع اخد يعني اخد اكبر من الحاجب والموضوع الناس كلها تعرف عصام الحاضر اول شيء. ام. واحنا الحمد لله ما بنرفضش لاي حد حاجة انا بحب الناس كلها. صحيح. وبحترم الناس كلها وانت يمكن اكتر واحد تبقى عارف. صحيح. انه اي حد بطلب مننا فيديوهات بنعملها لهم اي حد بطبيعته. انا بطبيعة ان اي حد بحبه. صحيح. اه ولو واحد بيوحش لي ببعث الواحد يا مسلا. هديك مسلا انا ماضي مع شركة حاجة شركة اسمها نجمو. تمام. بتعمل الفيديوهات لكل الناس. عاية. اعياد الميلاد والافراح والحاجات اللي انت عارفها. صحيح. حتى لو حتى لو الطلاق. صحيح. بس قصة كلها اه الناس يعني دي واحدة بنت عندها واحد وعشرين سنة اتنون وعشرين سنة. مم. لما طالبت مننا عمل لها فيديو بالعربي بالانجليز. انا ما عارفش هتكلم انجليزي. انا قلت بطبيعة اللي هي العادية اللي ناس تحبها. مم. ان كزا اي لوف يو اي لوف يو اي ميس يو اي ميس زي ما انت فاهم الكلام بطريقة عادية. صحيح. وبعد كده الناس حورت الموضوع. قلت لك طب انا عايز يا اجل كايرو. طب تموري كايرو. كامين كايرو. بس. مم. الكوصة كلها بعد كده اللي يضايقك بقى من حاجة. مم. انك بنت اللي منازلت الكلام هي قالت بنفسها. قلت لك انا ما كان. انتو حورت الموضوع وقلت الموضوع اخذ اكبر من حاجة. صحيح. اللي يضايقك بقى ان الناس اخذت كل الحاجات دي واحترام لكل الناس اللي اخذت الموضوع. انا ما يفرش الموضوع عندي فيه حاجة لاني انا طبعما صح ما بخبش من حد. اه كل الاعلام والناس لا احترام. بس انت لما الناس تكتب حاجة وترجع الصابب اللي كتب الحاجة يعني البنت اللي لما كتبت الحاجة كتبت النهاردة نفس الحكاية قالت لك ان اننا ان الحضري اكيد نعتبني زي بنته وفيه فرق بيني وبينه اربعة وعشرين سنة يعني زي بنت من بناته. صحيح. والموضوع انتم اخذتوا الموضوع بموضوع حورتوه وتكلمتو في حاجات. بل الحضري اخذني على قد عقلي. يعني هي البنت كتب حتى كله يخش على فتحيتها. قالت لك ان الحضري حتى اخذنا على قد عقلي ان هي كان بنت من بناته. ولما هو اتكلم ما اتكلمش بحاجة ولا اي حاجة انه هو الراجل. يعني اه اه يعني مش عايز اقول بيقول لي يعني زي ايه? ان اي حد بطلب منه حاجة ما بيتأخر. صحيح. صحيح. هو راجل يعني هي لما نزلت الكلام على الصفحة توقعت ان راجل زي دايما يقول لي الكلام ده هي البنت بتفتخر وبتتبسط وبتقى مبسوطة ان زميلها هيشوفوا الكلام ده. او يقولوا الكلام ده. هو ده الموضوع كله. بس اللي ضيقت ان الكلام ده هي لما تكتبه. انت ما تاخدوش. وتاخد الحاجة اللي هي نزلتها. اللي هي ممكن الناس تزعل منك. طيب ما تاخد الحاجة الكويسة. مم. لغم اللي انا من وجهة نزل. الحاجة ما هو مش وحشة. يعني هي كده هي تكلمت نزلت حاجة. ممكن من وجهة نزلتها تانية ان هو وحش. بس هو مش وحش. اني انا طيب. نيتي سليمة وكلامي سليم. وما اه ما طلعتش بره. مم. بره الاطار ان انا اثيء لحد اقول كلمة وحشة يا عمر. فاهم. طب اكبت. طب اكبت. اللي زعلك بقى. طب اكبت. ان انت ان ان نفس البنت اللي قالت الكلام ونزلته هي نفس البنت اللي كتبت قالتكم انتو حورتوا الموضوع وكبرتوا الموضوع. وروحوا مش عايز اذكر اسم واحد يعني. روحوا لفيديو كزا. فاهمت انت ارضي? طب حراك الشخص الفداني ده حراك مش ممكن تاخد معاه اجراء قضائي مسلا? لا 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 وااخد اجراء قضائي لان الموضوع زي ما قلت لك انا منيتي. صحيح. سليمة. يعني ما خارقتش عن الاطار اللي هو اه يعني يخلي حد يزعل منك. انا بحب الناس كلها. الكابتن خالد عندك. انا بحب الكابتن خالد اماش وتربط لبعلكة كبيرة. انت متربي معايا وبحبك وكل حاجة. هو انا لما اقول لي واحدة ان انا بحبك. يبقى انا رجل بحبك. او لما اقول لها انت وحشاني. يبقى انت هي وحشاني. اتفاهم عايز اقول ايه? صحيح. احنا اطلعت ردت على التلفون واطلعت عملت فيديو وكنت قاعد معاك النهاردة والوقت برد عليه. صحيح. لان الموضوع مفيش فيه. يعني يعني اه اخذ اكبر من حجمه. سانية هو مش اصلا الموضوع. صحيح. هو انت طبيعا انت راجل مشهور. وراجل معروف والناس بتحبك. ام. اكيد اه 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 اما انا انا بحبكش. يعني لما انا اعملك فيديو. انا بحبكش. ام. اه انت ما انتاش وحشني او انا بكرهك. ما ينفعش يا عمر. احنا احنا عايزين نبقى عقليتنا اه متفتحة اقطع ما ما تعتدش حدودي. يبقى اي كلام بيتكتم ان انا بحبك او اي ميس يو او انت وحشنا او اي حاجة. دي الحاجات دي زي ما بقول لك سامع عليكم. انا كابتل عصاب بقول لك على هو اهو اي لافيو اي لافيو. وانا اي لافيو اي لافيو اي لافيو اي كانت العصاب طب يعني سؤال كده بس على الماشد. كانت العصاب الحضر الموسم اللي جاي. اه ممكن يبقى مدرب حراس مرمى احد الفرق دوري ممتاز زي ما بيتقاله او لا? والله يتقال بص يا عمر انا اتعرض علي حاجات كتيرة. اتعرض عليك حاجات كتيرة. ام. وبحترم الناس وبحب كل الاندية. وكل المداربين وكل الادارات تربط لبهم علاقة كبيرة. ام. بس انا عندي قرار واحد. ام. ما بعرفش غيره انت على. صحيح. منتخب مصر لفريق كبير. وصلتك. صحيح. بس. اه كل الناس كل المدربين. حراس المرمى. اه اللي انا مشتغلت معا او مشتغلتش معا ولا عرفو اولو ما عرفوش. كلهم على راس من فوق. طيب. انا عندي اهداف زي ما بحطها في حياتي. لمنتخب مصر. لا فريق كبير في اي دولة عربية زي ما انت فيها. طيب الاهل يفاز بالدوري رقم اتنين واربعين تقول ايه? ده احنا قبل قبل موضوع ده كنا نازم نقول بامبروك. احنا بيحكي تبنا وكنا نبايح بنرقص وبنغني احتفالا بالنادي الاهلي. ام. لان دي البطولة المفضلة اللي احنا اه يعني بالحق احنا من احتفال شكرا من الناس اللي احنا متعودين ان النادي الاهلي بيحصل على البطولة باقل مجهود. ودي طبيعي. ودي البطولة المفضلة. بس نتمنى ننسى بقى بطولة افريقيا خلاص. يعني بطولة الدوري. نفكر بقى بطولة افريقيا. هي دلي هو دة الحاجة. الاحتفال الجامل بتاعنا. ده اللي احتفال بتاعنا ان شاء الله ان النادي الاهلي ياخد بطولة افريقيا. طيب مبسوط من الاداء كابتن الاداء الاهلي. مبسوط من من الشغل اللي موجود دلوقتي. انا ما هوش هيفل معايا الاداء دلوقتي. انا هيفل معايا بس اخد بطولة افريقي. 응. لان احنا لو احنا اتكلمنا على انادي الاهلي ظه الاول وبعد كورونا لا. اه ادايا النادي الاهلي في الفترة الاوانية كان يعني فوق ما تتصور. عالي اكثر من ممتاز. مم. الاداء في الضروف بعد الكورونا ده طبيعي. مم. ده طبيعي ان انت يحصل عندك ضروف بعد 4 شهور ما فيش كورة. بعد 4 شهور اه الناس كلها قاعدة في بيوتها. اه يحصل ضروف اه بتكسب. بس موش ده اداء النادي الاهلي هم متعودين عليه. مم. بس في الاول اخير زي ما قلت لك. فيه ناس بتمشي لك اهم حاجة البطولة عندي. اهم حاجة ان انا بكسب. اهم حاجة ان انا يا فرحتي اللي بلعب كويس واقصر. مم. بس هي القصة كلها. النادي الاهلي لأ انا اتوقع اتوقع ان شاء الله بقى الله على مطش قبل النهاء مع الوداد النادي الاهلي هيكون في كامل قوته وكامل الفورمات بتاعته اللي هو احنا اتعودنا على في الضوء الاول مع مستر فايلر. مم. طب تنصح فايلر بقى كابتن عصاء. فترة دي. بص بص. انا انا شبت الكل ومطشيط النادي الاهلي. لان انا بحلل في القناة النهار مع اميدو. صحيح. النادي الاهلي احسن اداءه احسن مطشاته لما يلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد. انا بقول لك حقيقة. النادي الاهلي اربعة اتنين ثلاثة واحد بيبقى الاهلي اضطل من ممتاز. مم. لما بنعب اربعة اربعة اتنين بيبقى فيها شوية حاجات كثيرة مشاكلة. لما بنلعب اربعة اتنين ثلاثة نفس الحاجة. بس انا النادي الاهلي لما بينفذ اربعة اتنين. تلاتة واحد. النادي الاهلي بيعمل مسجلات اعلى. بل بيكسب بنتيجة النتيجة باهداف مذكور اعلى. طيب ابو باجي راضي عن ادائه? انا عارف انك انك بازل معه شغل كبير قوي بدني. اقول لك ايه? لا 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 لا. باجي اقول لك حاجة. باجي اول ما اتمرن معايا بدأت نزلت له فيديو. بدأت الناس تقول لي يعني حاجات بعض حاجات برضو. يعني ايه? ما ما كانتش صحة اتقال. بس بعد كده. لما بدأ باجي. يخش فورموت الماتشاط. ويخش اه الماتشاط بلعب. مم. كل ماتش. لا يعمل لك استيس. لا بيجيب جون. لا يعمل استيس. لا بيجيب جون. بدأت الناس تتكلم تقول لك لا باتمرن كويس واتمرن مع الحضني. دي حاجة اعتذبها لان انا باتمرن لاعب. ومش بس باجي لوحده. في لعب اكتر اتمران اسمعهاي. وعمل حاجات كويسة في الدولة الممتاز. منهم عبدالله باكري. ومنهم الشيخ. ومنهم. يعني انا يعني وباد. وقالي باد. يعني القصة كلها. ان اللي بيبقى عايز اتمرن تمرين. انا مش كنت في تمريني. مم. مش عنيف. مم. بس مع الروح مع الاصرار مع مع القوة بيقدر يوصل للهدف اللي هو عايز. اللي هو زي ما انت شفته دلوقتي. مم. بكل ماتشي. بدأت الناس تتكلم تقول لك لا اه تمينه فلا مع الحضري. وتمينه شو مع الحضري. بس هو ماتمرنش بعادي الوقتي. بس هو اتمرن معي الفصلة كلها بتاعت اثناء كورونا. مم. عشان كده انا عايف الفصلة جاية كل ما ياخد ماتشوت هو مش لوحده برضو. في مروان محسن معاه. في كل اللعيبة. مم. كل اللعيبة والله عظيم يا عمر على اعلى مستوى. يعني بالك على الاول ماتش الوداد. مم. اللي دي الاهل هتشوف بشكل تاني. طيب الشناو رايح راك في ايه? لا الشناو بص بيقدم اكتر ممتاز. بس انا من الحراس ما بحبش بص. عشان بس انترز. الشناو بيقدم موسم يعني من اجمل المواسم زي اللي ما كنت بقول انا 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 اسمع انا كنت هتكلم عن نفس دي. بان عصام الحضر. حلو الكلام? تمام. بس انا كنت اتمنى يبقى الشناو عليه شغله اكتر. نيه? طول ما بحارس المرمى عنده شغله اكتر وعنده حاجات كتيرة بيقدر يبان في كل اي ماتش كان ضعيف او كان قوي او كان نص نص بيبان بنفس المستوى بتاعه ونفس مجهوده. الشناو فيه ماتشوت ما بتجلوش كورة. وفيه ماتشوت بيجي عليه كورتين. تصدي? مم. انت تامعة تلعب في دوت افريكيا. مم. رغم ان انا عندي يقين ان الشناو هيكون في كل ماتش كوي. بس احل حاجة لما يكون حالس المرمى عايش. حالس المرمى ملكة. حالس المرمى بيجي له كور كتيرة وبيصد. مم. بيبان في الصورة. بيبقى ليه حاجة كويسة. بليه بصمة. مم. بس انا عندي. نفس المستوى الشناوي. هتمنى ان هو ينهي الموسم بنفس المستوى ده. وبنفس وبنفس المجهود وبنفس التقلق اللي هو بعمله. هو حارس مصر الاول مع المنتخب? طبيعي. انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس انا بس حضرتك الشناوي ولا ابو جبل الفترة اللي جاية هتلاعبين فيهم? لا لا بص 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 بص. احنا هنتكلم بيعني هنتكلم. هكلمك بحاكتين عشان تبقى انت عارف. مم. اول شيء اول شيء. الشناوي مقضي موسم كو اكتر من ممتاز. شيء اكتر من ممتاز. مم. ابو جبل نفس الحكاية. ممكن ما يكونش موفق. بس قد ما ادى قد ما اتشاط جورته كويسة. مم. اه جنش. اه ما تقدرش. مم. انا بحب جنش. ما تقدرش تقول جنش. دلوقتي جنش تما بيخش في الفورما اولا فقى جنش يخش ينفس. يخش ينفس ابو جبل. ويخش ينفس اه اه اشي اللاوي. مم. عشان نتكلم منطقي. جنش من الحراس مرمى اللي انا بحبها. مم. جنش من الحراس مرمى اللي انا يعني ايه? بحب تحكته وبحب شغله وبحب تنطيته. مم. بحب الجنان بتاعه اللي هو زي. فهم انت ارزي? صحيح. ما فيش. الشناوي اه ابو جبل نفس الشيء مرضو عاملين كل حاجة. ممكن ابو جبل ما وفقش بمواطش. بس دي ربيع خلي بالي. لو هو. طب لو ترتيب حضرتك هيكون ايه كابتان عصار? واحد اتنين تلاتة. ما انا هقول لك. انا لو انا انا لو انا مدير في حراس مرمى مم. وجاي دلوقت هلعب مين? هلعب الشناوي. حلو. تمام. بعد مطشين تلاتة اكررك من واحد من اتنين من تلاتة. مم. حبيب يا كابتان عصام اه يعني استمتعت بيك جدا وبشكرك على وجود حضرتك معايا كابتان عصام الحضري نجم منتخب مصر ونجم الكرة المصرية كابتان